يوم بعد يوم تتكشف أساليب جديدة لسلطة الأسد في ممارسة انتهاكاتها بحق السوري أساليب من بينها اعتقال الأطفال وتعذيبهم في سجون السلطة في مشهد يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الشعب السوري وتثقل كاهله بأعباء متراكمة من المعاناة والخوف تحقيق استقصائي لموقع سراج كشف عن احتجاز سلطة الأسد لقاصرين حتى بلغهم سن 18 عاما ليحكم عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب ووفقا للتحقيق تم توثيق 25 طفلا اختفوا قصريا على يد السلطة خلال طفولتهم وحكم عليهم بالإعدام وتم التأكد من وفاتهم كما جرى مصادرة أصول عائلاتهم وأفاد مصدر في الشرطة العسكرية للموقع أنه عاصر أكثر من 6000 حالة اعتقال لأطفال محكوم عليهم بالإعدام تتنوع أساليب سلطة الأسد والمصير واحد اعتقال تعسفي أو الموت تحت التعذيب في سيونيا منظمة هيون رايسواتش أكدت أن السوريين الفارين من لبنان يواجهون مخاطر جسيمة عند عودتهم إلى مناطق سلطة الأسد بما في ذلك خطروا الإخفاء القصري والتعذيب والوفاة أثناء الاعتقال موثقة في تقرير لها اعتقال المخابرات العسكرية التابعة لسلطة الأسد أربعة أشخاص عائدين من لبنان فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 200 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر إيلول من بينهم 9 أشخاص من اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق سلطة الأسد تتواصل انتهاكات سلطة الأسد بلا تمييز بين طفل أو بالغ أو عائد من لبنان فالكل مستهدف من قبل آلات الاعتقال والتغييب أو الموت تحت التعذيب بينما يترقب السوريون بفارغ الصبر اليوم الذي يتخلصون فيه من حكم الأسد والسلطة